من الغرائب حكاية حلقتنا النهاردة واللي من وجهة نظر المتواضع انها تنفع تكون نواة سيناريو مشوه لأفلام زي أفلام هوليوود فلو انت بقى بتشوفنا على فيسبوك ومهتم تعرف أصل حكاية هرم خوفه داخل علبة صجار ياريت تعمل لايك وشير للحلقة ولو انت بتشوفنا على قناة اليوتيوب ياريت تعمل سبسكرايب للقناة ويلا بينا نشوف أصل الحكاية في بداية الخط بحثة أسارية مصرية اكتشفت بمحض الصدفة قطع أسارية خشبية بيرجع تاريخها لحوالي 3000 سنة قبل الميلاد وفي تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية على لسان الكاتبة جيسيكا مواري قالت ان القطع الأسارية المكتشفة في جامعة أبردل اسكوتلندية كانت واحدة ضمن ثلاث قطع أسار متاخدة من الهرم الأكبر في الجيزة عبيري العداني بحثة أسار مصرية وأمينة مساعدة بمتحف الجامعة قالت انها تنبهت لقطعة الأسار المكتشفة أثناء مراجعتها لمجموعة أسار أسوية بمتحف الجامعة من خلال ملاحظتها لعلبة صيجار مرسومة عليها على مصر وبمجرد فتحها لعلبة الصيجار اكتشفت جواها بعض الشزايا الخشبية واللي اتضح بعد كده انها قطعة أسار من الهرم الأكبر كانت مفقودة لأكتر من حوالي قرب من الزمن الفكرة ان القطعة الأسارية اللي بتضمها الجامعة كتيرة جدا وممكن يصل عددها لمئات الألاف عشان كده العصور على القطعة الأسارية فرعونية نادرة كان أشبه بالعصور على إبرة فقوم أش وده بالفعل اللي أكدته الباحثة المصرية بعد ما اكتشفت اللي جوه علبة الصيجار الباحثة المصرية صاحبة الاكتشاف بتعتبر واحدة من أهم علماء الأسار البارزين اللي اشتغلت في مواسم حفير سابقة على الأرض مصر لكن عمرها ما تخيلت للاحظة واحدة بس انها ممكن تعصر على شيء لعلاقة بأثار وتاريخ بلدها في شمال شرق اسكتلندا الجميل ان القطعة الخشبية المكتشفة داخل عالبة الصيجار كانت واحدة ضمن ثلاث قطعة أسارية اكتشفها المهندس البريطاني وايمان ديكسون داخل حجرة الملكة الخاصة بالهرم الأكبر سنة 1872 ومعروفين باسم بقايا ديكسون والقطعتين التانيين عبارة عن شكل الكرة وخطاف ومحفوظين حاليا في المتحف البريطاني المسير ان جيمس جرانت صديق المهندس وايمان ديكسون هو اللي قدم القطعة الخشبية للجامعة لكن في وقتها ما تصنفتش على انها قطعة أسار متاخدة من الهرم الأكبر وفضلت مفقودة من ساعتها المدهش حاليا ان خباراء الأسار عندهم توقعات ان القطعة الخشبية المكتشفة كانت واحدة من ضمن أدوات القياس وممكن تكشف لنا أدلة جديدة عن طريقة وكيفية بناء الأهرامات ولما فحصوها بتقنية الكربون المشاع اكتشفوا ان بيرجع تاريخها لحوالي 500 سنة قبل التاريخ المفترض لبناء الهرم الأكبر فعهد الملك خوفه وتحديدا في الفترة المبين سنة 2580 لسنة 2560 قبل الميلاد نيل كرتز أمين متحف بجامعة أبردين السكتلندية قال ان العصور على القطعة المفقودة من بقايا ديكسون كانت مفاجأة بالنسبة لنا لكن لما عملنا التاريخ بواسطة الكربون المشاع اكتشفنا البقايا الخشبية طلعت أقدم مما كنا نتخيل وبسبب نضرت وقلة الأشجار في مص القديمة كرتز رجح ان القطعة الخشبية بيرجع أصلها لعملية استخراج الخشب من شجرة معمرة وده أكبر دليل على إن المصرين القدماء قاموا بإعادة تدوير والاحتفاظ بنوعية أخشاب معمرة لفترة طويلة وفي الوقت الحالة أسناد المهمة لمجموعة من العلماء لمعرفة مختلف أنواع استخدامات النوع ده من الخشب ومؤخرا صرحت البعثة القائمة على الدراسة إن القطعة المكتشفة كانت جزء من قطعة خشبية أكبر منها في الحجم وشافوها الأول مرة سنة 1993 من خلال كاميرا داخل فراغات جوال هرم الأكبر من الصعب جدا الوصول لها وبكده نكون وصلا لنهاية حلقاتنا النهاردة أتمنى تكون عجبتكم وفادتكم وشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم بضاية الخيط وما تنسوش تبقوا تبص على مصادر حلقاتنا تحت في الديسكريبشن ولو حلقاتنا النهاردة عجبتكم ما تنسوناش من دعمكم بلايك وسبسكريب للقناة علشان محتوانا يستبع واستنى رأي حضراتكم في حلقة النهاردة في الكومنتات يومكم سعيد